السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الجمع بين من يظنه الناس تعارضا بين القرآن والسنة في مسألة سماع الموت وعدم سماع الموت آيات القرآن تنفي أن الموت يسمعون وما أنت بمسمع من في القبور قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله السنة وضحت النبي خاطب الكفار في القريب وعمر لما أرد أن يستفصل قاله ما أنت بأسمع لي منهم ولكنهم لا يجيبون وأيضا النبي وضع عليه الصلاة والسلام عند دفن الميت يسمع الميت القرآن عالم إذا ولوا إلى غير ذلك نقول أيها الكرم الفضل لا ما في تعارض الحمد لله وخذها قاعدة آيات القرآن والسنة الصحيحة لا تعارض بينها أبدا لا بين القرآن والقرآن ولا بين السنة والسنة ولا بين القرآن والسنة هذه القسمة من منطقية رعاكم والله فنقول شخل الإسلام فصل في المسألة ثم وضح أن المثبت لسماع الموت هو سماع الجارحة ويكون بقدر الله عز وجل وليس مطلقا على كل حلمة أراد الله لهم أن يسمعوا أسمعهم سماع جارحة لا امتثال ولا ثواب فيه ولا جزاء سماع جارحة هذا هو الذي أثبته السنة الذي نفاه القرآن هو سماع الامتثال والثواب والجزاء وما أنت بمسمع ما في القرور يعني لان يستمع لك ويعني سماع امتثال وثواب وجزاء لأن خلاص قد انتهت أعمارهم وانتهوا من هذه الدنيا فلا تعارب والحمد لله نأتي بالنسبة للذين نفوا أن الموت يسمعون على الإطلاق طبعا كان هذا قول عائشة رضي الله عنه أرضاه وابن مسعود وابن عباس وهو قول الجمهور وجلة من الصحابة واخترته اللجنة الدائمة واختارت الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألبان رحمة الله على الجميع وابن الهمام والحصفك وغير واحدة من أهل العلم وهذا الذي عليه قول أهل العلم صلى الله عليه وسلم إذن الخير الخلاصة أن المثبت في السماع سماع الجارحة المجرد ويكون بقدر الله متى أراد الله أن يسمعوا أسمعهم تبارك وتعالى وليس على الإطلاق والمنفي هو سماع الثواب والجزاء والامتثال صلى الله عليه وسلم واخر دعوان الحمد للعالمين